بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنتعرف اليوم على الصحابة الجليل أنس بن مالك جميع هنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص دوما على تربية جيل الصحابة تربية إسلامية صحيحة لأنهم هم القدوة للأجيال التي ستأتي من بعدهم ومن هؤلاء الصحابة الذين حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تربيتهم تربية صحيحة وتربية إسلامية هو أنس بن مالك سنتعرف اليوم على البطاقة التعريفية من حيث الإسم والكنية واللقب وإسم الأم للصحابة الجليل أنس بن مالك ونتعرف على إسلامه ونتعرف على حياته في بيت النبوة وأثر ذلك على شخصيته ونتعرف على استجابة الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وعلى علمه وعلى وفاته التعريف بالصحابة الجليل أنس بن مالك اسمه هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري والأنصاري نسب إلى الأنصار الذين كانوا هم من سكان أهل المدينة واستقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة وأسلموا وناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم الكنية هو أبو حمزة والكنية تعود إلى الإبن الأكبر فإبنه الأكبر كان حمزة فهو كنية أبو حمزة أما اللقب هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات اسم أمه الصحابية المشهورة أم سليم الأنصارية أما إسلامه أنس بن مالك كان من الصابقين الذين دخلوا في الإسلام من أهل المدينة المنورة فقد أسلم هو وأمه وأهلها قبل أن يهاجر لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن عمره تجاوز لعشر سنوات فدل ذلك على أنه من الصابقين إلى الإسلام وأنه عندما سمع بالإسلام قد دخل فيه ولم يتردد في دخوله في الدين الإسلامي كما قلنا كان لقب أنس بن مالك بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد بقي فيه خدمة لمدة عشر سنوات وانعكس ذلك على شخصية الصحابة الجليل أنس بن مالك وظهر ذلك من خلال عدة أمور واحد كان من أكثر الصحابة الذين عرفوا أو عرفوا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أكثر الصحابة أشبههم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإتباع سننها وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أمور الدين وتفقها بين يديه كونه كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم تعلم منه كثير من أمور الدين وتفقها في الدين وكان من أكثر الصحابة بناء على ملازمة للرسول كان من أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية الشريبة كونه كان كثير الملازمة وكان كثير ما يجالس مجالس الرسول فكان يسمع أحاديثه فكان من أكثر الصحابة رواية لهذه الأحاديث ومن أعلمهم بإحكام هذه الأحاديث كونه شهد الحاديث أو الواقعة التي وقعت وأصدر أو قالت بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكان يعرف القراءة والكتابة وانعكس بذلك بأنه كان من فئة علماء الصحابة الذين كان يرجع إليهم لمعرفة أمور الدين ومن مواقف أنس بن مالك مع رسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما هاجر الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة ووصل الرسول إلى المدينة المنورة جاءت به أمه أم سليم الأنصارية إلى النبي ليخدمه وكان عمر أنس يوم ذاك عشر سنوات فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأن يكون مستجاب الدعاء فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وبارك له فيما أعطيته فإن الله سبحانه وتعالى استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء فكان أنس من الناس الذين يكثر ماله ويكثر ولده وكان لا يدعو بشيء إلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه والمثال على ذلك بأنه كان هناك بستان قد أجده بمعنى أنه انقطعت عنه الماء والمطر فكان أرض هذه البستان يابسة فحتاج إلى الماء ليسقيه فقام أنس بن مالك وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى فإذا بالمطر ينزل فوق هذا البستان فاستجاب الله سبحانه وتعالى لأنس بن مالك دعاءه لأن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء النبي بأن يكون أنس مستجاب الدعوات ولا بأس بأن نكرر نحن هذا الدعاء ونردد هذا الدعاء لمن أحببنا أن يكثر الله من ماله ومن ولده ويبارك له فيما أعطى كما قلنا كان أنس بن مالك من أكثر الصحابة ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمه قد جاءت به إلى الرسول عندما كان عمره عشر سنوات ليخدمه فانعكس ذلك كما قلنا على شخصية أنس بن مالك وكان أنس بن مالك من علماء الصحابة فتعلم من النبي العلم الغزير وروا عنه أكثر من ألفين حديث وروا عن النبي أحاديث لم يسمعها إلا أنس بن مالك إذن أنس بن مالك كان من علماء الصحابة لأنه كان المسلمين يرجعون إليه في أمور الدين إذا استصعب عليه أمر وكان ذلك أنه بسبب ملازمة أنس بن مالك للرسول صلى الله عليه وسلم ولأن أنس بن مالك كان يقوم على خدمة الرسول وقضاء حوائجه إذن أنس بن مالك كان من أكثر الصحابة رواية للأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يروي أكثر من ألفين حديث وروا عن الرسول أحاديث لم يسمعها أحد غيره فدل ذلك على أنه كان من أكثر الصحابة ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقوم على خدمته وقضاء حوائجه وفاة أنس بن مالك توفي أنس بن مالك في البصرة في العراق في سنة 93 للهجرة وكان عمره عند وفاة 103 سنوات وكان من أواخر من مات وتوفاهم الله سبحانه وتعالى من الصحابة استذكر صفحة 100 أسماء الصحابة الذين تربوا في بيت النبوة وكتبها علي بن أبي طالب زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وأناس بن مالك أقرأ وأستنتج صفحة 101 عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس فكيف يكون الإنسان نافعا للناس من خلال مساعدتهم وقضاء حوائجهم حسب قدرتي وإستطاعاتهم أفكر لماذا كانت صلاة أنس بن مالك رضي الله عنه أشبه أفكر لماذا كانت صلاة أنس بن مالك رضي الله عنه أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تربى في بيته وكان ملازما له نشاط ختامي صفحة 102 أستنتج أهم الصفات التي تعلمتها من سيرة أنس بن مالك طلب العلم طلب العلم مثل أنس بن مالك عندما كان يلازم الرسول وكان يكسب منه العلم قضاء حوائج الناس على حسب القدرة والاستطاعة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك عندما كان أشبه الصحابة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم مدلال على أنه كان يتبع سنة الرسول حل أخبر معلوماتي سؤال الأول أعرف بالصحابة الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه اسمه أنس بن مالك بن النظر الأنصاري كنيتا أبو حمزة لقابة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم أمه الصحابية المشهورة أم سليم الأنصارية رضي الله عنه سؤال الثاني عاش أنس بن مالك رضي الله عنه مدة عشر سنوات في بيت النبوة أبين أثر ذلك في حياته وشخصيته كان من أكثر الصحابة معرفة بحياة النبي اثنين وأشبههم ومصراطا به ثلاث تعلم أمور الدين وتفقها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة كان من أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية الشريفة خمسة ومن أعلمهم بأحكامها وكان يعرف القراءة والكتابة كان من أكثر الصحابة معرفة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأشبههم صلاة به وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أمور الدين وتفقها بين يديه وكان من أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية الشريفة وأعلمهم بأحكامها وكان يعرف القراءة والكتابة وكان من علماء الصحابة سؤالي الثالث روى أنس بن مالك رضي الله عنه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوها أحد غيره علل ذلك لملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه كان يقوم على خدمته وقضاء حوائجه السؤالي الجابع أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة أسلم أنس بن مالك رضي الله عنه قبل الهجرة النبوية صح كان عمر أنس بن مالك رضي الله عنه عندما بدأ يخدم النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين عشرة سنة خطأ كان عمره عشر سنوات جيم كان أنس بن مالك من المكثيرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صح دال كان أنس بن مالك رضي الله عنه مستجاب الدعوة صح ها توفي أنس بن مالك في المدينة المنورة وكان عمره حينئذ 93 سنة خطأ توفي أنس بن مالك في البصرة وكان عمره حينئذ 103 سنوات